مظاهر الاحتفال بالحب زيها زي أي مظاهر احتفال بأي شيء آخر قد يكون احتفال شخصي خاص بشخصين وده مش مرتبط بمناسبة معينة ولا وقت معين ولكن تعبير عن شعور بالسعادة تجاه كل واحد فيهم تجاه الآخر وقد يكون احتفال عام إن احنا بنعمله يوم رمزي أو بنعمله مناسبة بنبتدي كلنا نستدعي فيها كل طاقة الحب عشان نشعر بقيمة هذه المناسبة لأن هي حالة رمزية يوم معين بنقول عليها عيد للحب فكل واحد يستدعي كل الطاقة الإيجابية وطاقة الحب اللي عنده ويدور على الناس اللي بيحبهم ويحسسهم بقدر حبه وساعدته بوجوده معيهم في الحقيقة الحب في حد زيته هو أجمل شيء في الدنيا وهو الفترة اللي ربنا خلقنا عليها إن احنا نحب نحب الأشخاص نحب الناس نحب نفسنا نحب حياتنا أي شيء في الدنيا لازم تحط له كلمة حب قبله وهتلاقي شكله اختلف وبقى أحلى من الأول طيب الحب ده هل كل الحب اللي هو الحب الرومانسي والحب المشاعر الفياضة والحب الراجل للزيت أو بنت الولد لا مش هو ده كل أنواع الحب ده نوع من أنواع الحب نتفق إلى أول أنه الحب حالة ربانية الحب اللي هو الحب الرومانسي أو الحب الكيميا الإنسانية ده حالة ربانية محدش يقدر يعملها غير ربنا سبحانه وتعالى وشان كده ربنا قال له وإحنا أنفقنا كل اللي في الأرض جميعا ما نقدرش نقالف بين قلبين فحالة تأليف بين القلوب ووجود الحب الرومانسي ده حالة ربانية من عند ربنا إنما الإنسان بطبيعته كائن رومانسي القيمة الرومانسية موجودة عند كل البشر في حد عنده متلمعة أوي بتظهر بسهولة وفي حد عنده بيخبيها أو بيحط عليها أشياء عملية أكتر فبتبقى محتاجة أن إحنا نستدعيها قوي حشان كده ساعات نستدعيها بأغنية ساعات بمشهد ساعات بكلمات ساعات بنظرة من حد بنحبه ساعات بتعبير أو بلمسة يعني إيه واحد بيبقى مخبيها وواحد مش مخبيها بيبقى إيه مكسوف يعني يبين مشاعره عنده ضغوط فما عندهش وقت يبين هي طبيعة ليه واحد بتبقى مشاعره زهرة وواحد مشاعره بتبقى محتاجين نلمع وندور بالضبط هي شو في حضرتك هي طبيعة شخصية في واحد حالم كده ودايما بيستدعي رومانسية ومعرفش أي حاجة إلا بالحب وفي حد تاني بيغلي بالجانب العملي في شخصيته ويجنب الحياة العملية ودايما لما يجيله النقوص ده بتعن رومانسية أو اللمسة دي اللي عايزة تصحي رومانسية جواه بين أيامه في واحد بيستجيب لها بسرعة في واحد تاني بتطغى عنده الجانب العملي في الشخصية أكتر من الجانب الرومانسي لكن الرومانسية دي سر السعيدة وزي ما قلت لها دي هي قيمة كامنة عنده كل البشر ياريت نقدر نستدعيها في مناسبة زي دي بنحاول كلنا نستدعي رومانسية ومشاعر الحب طيب هل الحب كله نوع واحد لا حب نوعين في حب القلب وحب العقل حب القلب زي ما قلنا كيميا إنسانية ربنا سبحانه وتعالى اللي بيخلقها والكيميا دي بتخليني أشعر بالارتياح تجاه حد أشعر بالسعادة بالقرب منه أبقى دايما عايزة أبقى موجودة معي أبقى شايفة كل مزايا أكتر من عايزة توقف عندي دي